كيف حالكم يا طلابي كيف اصبحتم اتمنى ان تكون صحتكم باحسن حال ساكون معكم اليوم في لقاء من خلال فعاليه مميزه ومهمه جدا في ايامنا هذه قبل ان نكون بالفعاليه ساعرفكم على نفسي اسمي علاء بكري مدرسا للتربه البدنيه ومرشدا للتربه القياميه مفتاح القلب لواء الشمال ساطلب منكم في بدايه اللقاء ان تتزودوا ببعض الامور التي ستساندكم في خلال هذه الحلقه والتي ستستمر معنا مده ساعة من الزمن هل انتم جاهزون لذا اطلب منكم في البدايه ان تتحضروا بالامور بعده امور ولكن قبل ان تتحضروا ساعرفكم على فحوى هذا الدرس وهذا اللقاء الذي سنشارك فيه اللقاء سيتمركز حوله سنتعرف على قيمه اجتماعيه مهمه من خلال القصه لن اعرفكم على القيمه ولن اتحدث عنها الان ساتركها لكم ساترك ام تفكرون جليا لتصلوا الى هذه القيمه والتي تعتبر من القيم المهمه في ايامنا هذه هذه سنناقص جوهر ومفهوم هذه القيمه ونتعرف عليها لانها مهمه جدا ليست مهمه اكثر من باقي القيم فالقيم جميعها مهمه في حياتنا اليوميه لكن في ايامنا هذه هذه القيمه تعتبر قيمه يجب ان يتحلى بها جميعنا على الاطلاق كذلك سنتطرق الى امثله من حياتنا اليوميه تتمحور حول هذه القيمه وسننهي فعليتنا الجميله ودرسنا هذا بالتعرف على عبارات ومصطلحات ناخذها من حياتنا وحياتكم التي تتعلق بهذه القيمه طبعا من خلال لعبه شيقه ومميزه لذا اطلب منكم ان تتزودوا بعده امور ستساعدكم في هذا اللقاء هل انتم جاهزون يا طلابي فلننطلق اولا اطلب منكم ان تتحضروا بعده لوازم وهي طبعا في البدايه قلم رصاص لنكتب والوان اذا محتجناها ودفتر لنكتب عليه فالفعليه في ختام هذا اللقاء ستتمحور حول موضوع الكتابه وسنكتب كذلك خلال الدرس نفسه وخلال مراحله سيكون لنا بعض الاسئله والتي ساطلب منكم ان تجيبوا عليها هل ننطلق فلتفضلوا الان سنكون مع قصه صغيره بسيطه ولكنها تحمل معاني كثيره ولها اهداف من حياتنا اليوميه قصتنا تحمل عنوانا محمد يحترم الكبار ويحسن معاملتهم فالعنوان لم يختار عبثا انما له هدف وساترككم من خلال هذا الدرس لتصلوا ما علاقه هذه القصه بفحو هذا الدرس الذي ستشاركون به القصه تقول يحكى ان شاب اسمه محمد كان يسكن بعماره كان فيها رجل كبير السن يدعى العم حسن ويعيش بمفرده كان الاطفال المحيطين بالمنزل يسخرون منه بسبب بطئه في المشي وتلعثمه في الكلام في احد الايام كان محمد عائدا من المدرسه فسمع هؤلاء الاطفال يضحكون بصوت مرتفع جدا فانتظر ليرى سبب الضحك محمد استعى جدا من سلوكهم وذعب مسرعا وقال لماذا تفعلون هذا للعم حسن هو رجل عجوز وطيب وانتم تسيئون التصرف معه تصرف معه فضحك الاطفال وقال احدهم ها من انت ايها الفتى حتى تقوم بنصحنا انت حقا مغرور وتظن انك افضل منا حزن محمد جدا من تصرفهم وظل يفكر في حل يعدل به سلوكهم وينصحهم باهمية احترام الاخرين خاصة كبار السن وذات يوم شاهد محمد الاطفال من الشباك يلعبون كرة القدم في اتجاه منزل العم حسن طارت الكرة وكسرت زجاج شباك العم حسن هرب الاطفال وضحكوا فكر محمد في نفسه العم حسن مسكين لقد كسروا له زجاج منزله هو رجل كبير السن فقير لا يعمل فكر في كيف يحل المساعدة او يوجه المساعدة للعم حسن تذكر انه كان يدخل المال في الحصالة فتحها واعطى العم كل النقود ليشتري زجاج جديدا ليصلح شباكه وبعد ان سمعنا القصة وتركت لكم النهاية مفتوحة ساطلب منكم ان تتغرقوا لبعض الاسئلة والتي تتعلق بهذه القصة فهذه القصة غالبا ما تحدث في حياتنا اليومية لذلك بودي سماع ارائكم وتفكيركم نحو هذه التصرفات ونحو هذه القصة فبعض الاسئل التي تتراوت في هذه القصة ومنها كيف تصرف الاطفال خلال القصة والسؤال الثاني كيف تصرف محمد خلال القصة والسؤال الثالث ما هي الامور التي تدل على الاحترام لو كنت مكان الاطفال هل كنت ستتصرف بشكل مشابه والسؤال الخامس لو كنت مكان محمد هل سيكون تصرفك مشابه والسؤال الاخير وهو المطلوب منكم ما هو المغزى من هذه القصة اترككم الان بضع الوقت لتفكروا سوية بهذه الاسئلة وتعطوا اجوبة حولها لنكمل درسنا وفعليتنا معا ترجمة نانسي قنقر 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة والان وبعد ان قرأنا هذه القصة سوية وتعرفنا على احداثها وتطرقنا لهذه الاسئلة هيا لتشاركوني كيف اجبتم على هذه الاسئلة فهذه الاسئلة التي طرحت حتما ستحدث معنا في حياتنا اليومية والان اريد ان اسمع منكم الاجوبة لهذه الاسئلة تفضل يا محمد كيف تصرف الاطفال خلال القصة احسنت تصرف الاطفال لم يكن لائقا خاصة بحق الجيل الكبير احسنت يا محمد وانت يا محمد وانت يا علي ماذا تقول عن السؤال الثاني كيف كان تصرف محمد رائع يا علي رائع يا علي تصرف محمد كان لائقا ونافعا وجيدا ولكن نافعا وجيدا كيف عرفت ذلك يا علي نعم احسنت مساعدة الاخرين خاصة الاشخاص الكبيرون في السن ممتاز يا علي وانت يا فادي ماذا تقول عن السؤال الثالث ما هي الامور التي تدل على الاحترام احسنت يا فادي فالجواب الواضح جدا ولاحظت انك تمع عنك جيدا من خلال هذه القصة نعم الاحسان واحترام الاخرين والكلمات التي تعبر عن الاحترام ومساعدة الغير هي جميعها كلمات تدل على الاحترام والان سأجاوب انا على السؤال الرابع واسمع اجابتكم لو كنت مكان الاطفال هل كنت ستتصرف بشكل مشابه انا شخصيا اقول لن اتصرف كتصرفهم والان اريد ان اسمع منكم انت يا سميرة تفضلي احسنت يا سميرة نعم لو كنت مكان الاطفال تقولين لن تتصرف بشكل مشابه لتصرفهم فتصرفهم يدل على الاستهزاء وعلى السخرية وعلى عدم الاحترام رائع يا سميرة والسؤال ما قبل الاخير لك يا نجا تفضلي لو كنت مكان محمد هل سيكون تصرفك مشابه رائع يا سميرة فالاجابه هذه تدل على انك شخصيا على انك انسان تحترمين الاخرين وترى بهم عنصرا بارزا في هذا المجتمع وقد اعطوا الكثير لهذا المجتمع لذلك رايتي ان تصرف محمد كان تصرفا جيدا وكنت ستتصرفين مثله نعم يا طلابي تصرف محمد كان تصرفا رائعا ومميزا وحبذ من جميعكم ان تتحلون بكما كما تصرف محمد من خلال هذه القصه وسؤالنا الاخير يا طلابي يا اعزاء وبعد ان سمعنا هذه القصه واجبنا على الاجوبه المركزيه هيا نتمحور حول السؤال الاخير والذي يسألنا ما هو المغزى من هذه القصه ولكن ساسمع الان من من راسم تفضل يا راسم ما هو المغزى من هذه القصه احسنت احسنت بطل يا راسم المغزى من القصه هو ان احترام الكبير هو واجب علينا وعلينا ان نحترمهم ونقدرهم ونساعدهم وان لا نكون عقب في وجههم احسنت يا راسم ابدعتم يا طلابي والان هيا بنا نستمر وبعد ان تعرفنا على القيمه من خلال هذه القصه طبعا الكل توصل للقيمه المطلوبه هل عرفتم القيمه نعم انها الاحترام رائعون الاحترام الاحترام هي قيمه اجتماعيه يا طلابي يجب ان يتحلى بها الكبير والصغير يجب ان لا تفارقنا وتلازمنا في كل مكان وفي كل زمان والان سنكمل مشوارنا ودرسنا هذا بالتعرف اكثر على قيمه الاحترام فعند سماع كلمه احترام ماذا يدور في خاطرنا واي انواع احترام نعرف هل تعرفون يا طلابي تفضل احسنت احترام الكبير احترام كبير السن رائع تماما مشابه مثل ما رأيناه من خلال هذه القصه فالقصه محورت حول احترام كبير السن والشخصيه المركزيه التي كانت في هذه القصه غير محمد كان الرجل العجوز لذا وجب علينا احترام الاشخاص كبيرون السن وان ان نقدرهم ونحترمهم ونساعدهم وان لا نسخر منهم وهذا هو الاهم ان لا نسخر منهم اي نوع احترام تعرفون ايضا يا طلابي تفضل يا فائدة احسنت احترام الوالدين احترام الوالدين هو مواجب علينا وقد نصت عليه واتحدثت عنه الديانات السماوية المختلفه فمثلا في القرآن حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندهما الكبره احدهما او كلاهما فلا تقل لهما افه ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فالديانات حثتنا على احترام الوالدين الوالدين والذين نحن نحن مصدر فخر لهم هم الذين ربونا وعلمونا وانشأونا واكسبونا الصفات فصفات الاحترام لا تكتسب عبثا انما حتما لها المصدر فوالدين هم الذين اكسبونا هذه الصفات هيا نستمر يا طلابي ما رأيكم اينه احترام واين يمكن ان نقدم الاحترام لمن اريد ان اسمع الان من طارق تفضل يا طارق احسنت احترام الصغير فلا يكفي ان نحترم الكبير احترام الكبير واجب علينا ومن قال ان الاحترام لا يجب ان يقدم للصغير فالصغير ايضا يجب ان نحترمه ان نسمع اراءه ان نتقبلها ليس بالاجبار ان نمشي حسب هذه الاراء ولكن من الاحترام يجب ان نحترم الصغير ايضا فالصغير له رأي وهو انسان تماما مثلك ومثله لذا احترام الصغير ايضا واجب اريد ان اسمع منكم انواع اخرى انواع اخرى من الاحترام ماذا تعرفون تفضل يا سميح ماذا تقول احترام القوانين رائع يا سميح احترام القوانين هو في سلم اولوياتنا فالقوانين لها هدف ولم تأتي عبثا القوانين تحدد لنا ماذا يحق لنا وماذا يجب ان نكون علينا ما هي حقوقنا وما هي واجباتنا فالقوانين سنت لتفرض نظام والاحترام هو مكمل وجزء لا يتجزأ من النظام فاذا ما احترمنا القوانين سنصل الى درجه الاحترام وسنتصف بالاحترام فاحترام القوانين هي جزء من حياتنا ولكي تكون حياتنا امنه سعيده وناجحه يجب ان نحترم القوانين جميعا يجب ان نحترم جميع القوانين التي تسن احترام القوانين البيتية القوانين المدرسيه القوانين المجتمعيه ونحن في هذه في هذه الظروف وفي هذه الايام بحاجه ماسه الى ان نحترم القوانين الى ان نطبقها لا يكفي ان نحترمها بل يجب ان نطبقها ونذوتها لدى الاخرين والان اريدكم ان تتماعنون بهذه الصوره التي امامكم هذه الصوره تعكس وضعا قائما في هذه الايام وضعا وصلنا اليه من خلال الظروف التي تعصف بمجتمعنا وضعا يتوجب علينا ان نضع في سلم اولوياتنا احترام الكبير واحترام الصغير ان نساعد ان لا نبخل بالمساعده والاهم من ذلك ان نكون يد العون لهذه الفئه انظروا الى هذه الصور فالصوره الاولى ترمز الى احترام الكبير ما اجملها من صوره حين نرى الشخص يساعد جدته والدته جارته والاهم من ذلك انها كلها تتمحور نحو عنوان واضح وهو الاحترام احترام الكبير والان انظروا الى الصوره الثانيه الصوره الثانيه تدل ايضا على احترام ولكن اي احترام حسب رأيكم نعم انه احترام القوانين وليس عبثا شمل هذا الدرس التطرق الى احترام القوانين فنحن في هذه الايام بحاجه الى احترام القوانين خاصه عندما يطلب مننا ان نبقى في البيت فالمساعده والمسانده في هذه الايام يحتاجها الكبير والصغير هيا نتماعا جيدا في هذه الصوره ونرى الرجل يساعد زوجته الرجل بجانب زوجته فهذا انصياع للقوانين القوانين التي تحثنا ان نبقى في البيت فهذا القانون لم يأتي عبثا هذا القانون جاء ليحمينا ليدافع عنا ليدحافظ على سلامتنا وامننا وصحتنا فالقوانين تنص وتقول ابقوا في البيت ليس عبثا قالوا لنا ابقوا في البيت لان حياتنا غالية كحياة الاخرين فاحترام القوانين واجب على كل انسان كبير او صغير رجل او امرأة احسنتم يا طلابي والان اريدكم ان تتعرفوا سوية او نتعرف سوية على بعض العبارات التي تدل على الاحترام والتي تدل على اهمية الاحترام في حياتنا اليومية هذه العبارات جميلة ولكنها اجمل وتكون اجمل اذا ما طبقت ليس فقط ان نكتبها او ان نتعرف عليها او نقرأها بل يجب ان نذوتها ونشعر اننا قمنا بتطبيقها هيا نتعرف على هذه العبارات العبارة الاولى تقول تعلمت الاحترام لذا اجهل التصرف مع فاقدي ليس بال ليس بال انا انسان محترم فلا انتظر من غيري ان يكون مثلي وربما اذا كان مثلي هذا جيد وهذا فائدة وهذه منفعة للمجتمع ولكن اذا ما رأيت انسانا لا يتصرف باحترام فانا ابتعد عن هذه التصرفات ولا اقترب ولا اهتم بهؤلاء الاشخاص الذين لا يعيرون اي انسان اهتماما والجملة الثانية تقول الاحترام تربية وليس ضعف واعطيكم مثال من حياتنا اليومية ولكن قبل ان اعطيكم مثال اريد ان اسمع منك يا خالد تفضل يا خالد اعطيني مثال الاحترام تربية وليس ضعف كيف ذلك على ان تعطيني مثال من حياتنا اليومية تفضل احسنت يا خالد الاحترام تربية وليس ضعف ويحدث لنا كثيرا هنا يشتمني احد واقول له سامحك الله فارى الاخرين يسخرون مني لماذا لاني لم انال من هذا الشخص الذي شتمني او سبني لا فهذه الكلمات تدل على انني انسان قوي انسان يتحلى بصفات الاحترام وليس ضعيفا فالضرب والقوه هي لغه الضعفاء ونحن لا نريد ان نصل لهذه اللغه لغه الاحترام هي لغه المجتمعات الراقية والتي تسعى الى تطبيقها وتذويتها في مجتمعها وانا انسان اذا ما اردت ان اكسب احترامي يجب ان يبدأ بلساني فعندما يلفظ لساني كلمات ايجابية كلمات احترام هذا يعكس شخصيتي رائعون وجملة الثالثة تقول اذا سقط الاحترام سقط معه كل شيء ما اجملها من جملة وما اجمله من تعبير فالانسان الذي يتحلى بالاحترام الكل يحترمه والكل يعيره اهتماما ولكن اذا انا فقدت الاحترام ولم اكن محترما ولم اباشر لان اكون محترما ولم ابادر لان احترم الاخرين لم يبقى شيئا احترامي للقوانين اذا ما احترمت القوانين سنصل الى ازمة رائعون واذا ما احترمت الكبير سنصل الى حافة الهاوية واذا ما احترمت ابي وامي سنصل الى مجتمع عنيف لذا اذا سقط الاحترام سقط معه كل شيء هيا نتتغرق الى الجملة التي تليها الاحترام لا يكلف شيء لكنه يعني الكثير نعم الاحترام لا يشترى ولا يباع ولا يكلف مالا ولا يكلف طاقة فاذا ما قلت لزميلي بارك الله فيك وسامحك الله وشكرا فلم اكلف جيبي ولو بقرش واحدا اما اذا ما بخلت بذلك نعم ساراه صعبا الاحترام لا يكلف شيئا فاكثر من الاحترام ورددوا كلمات الاحترام ففي بعض الاقوال على ان لا اخطئ قال المسيح ساله احد اذا شتمك احد قال له اذا صفعك انسان على خدك الايمن قال له سادر له خد الايمن اي انني لن اعيره اهتمام بل ساستمر بحياتي حياتي التي تبنى على الاحترام احترام الغير فالاحترام نصت عليه الديانات السماوية سواء القرآن والانجيل والطوراة وتحث عليه الاجيال والمعلمين والاباء والاهالي فانا انسان اريد ان اكون محترما والانسان المحترم هو انسان الذي يترك وراءه اثرا كبيرا اثرا يتناقله الافراد يتناقله الاجيال سواء الصغير او الكبير واخيرا جملة الاخيرة تقول الاحترام اجمل ما يتركه الانسان بقلوب الاخرين فهي نتذكر سوية اي الانسان اي الاشخاص يتذكره الناس اي هؤلاء الاشخاص هل لديكم جواب احسنتم الاشخاص المحترمون او المحترمين حتما سيتركون اثرا واثرا واضحا في قلوب الاخرين فمساعدتي لشخص بالغ ولشخص لجدي ولجدتي ولكبير السن حتما ستترك عنده اثر وقوفي في الحافل عندما يأتي رجل مسن واطلب منه ان يجلس بمكاني حتما ستتذكرني وساتذكره وسيتذكرها الاخرين على مر الايام والعصور لذا الاحترام اجمل ما يتركه الانسان بقلوب الاخرين قبل ان ننهي درسنا هذا اتمنى ان تكونوا قد استمتعتم ولكن اريد ان ان ترافقكم هذه المتعة الى بيوتكم وان ترافقكم في هذه اللحظات التي انتم بحاجة ماسة لان تتماعنوا وتطرقوا لجمل الاحترام فالاحترام يجب ان يرافقنا ايضا في البيت يرافقنا في كل مكان في المدرسة احترام للمعلم واجب واجب نعم ولكن ليس فرضا الاحترام يجب ان يخرج من نابعه من القلب من القلب الى القلب يجب ان يشعر به الاخرين ان شعورك صادق انك تحترم الاخرين لانك تؤمن بالاحترام وليس لانك مجبرا وقبل ان ننهي اطلب منكم ان تفتحوا دفاتركم وتدونوا سوية هذه الجمل البسيطة والتي تتطرق الى مفهوم الاحترام ولكنها بطريقة لعبة لعبة بسيطة جدا علا وعسى تدخل الى عقولنا ساشرح لكم كل جملة والهدف منكم ان تلائم هذه الجملة الى الى الكمال او الى الجزء الاخر الذي يكملها هل انتم جاهزون يا طلابي هيا الاحترام فوق كل شيء كل شيء فوق الصداقه ماذا تعني ماذا تعني بهذا القول نعم احسنتم احسنتم ورائعون هذا يدل على انكم كنتم مركزون معي خلال هذا اللقاء دخلت هذه العبارات الى عقولكم واتمنى ان تدخل الى قلوبكم فالجملة الاولى تقول الاحترام فوق كل شيء فوق الصداقه لا يكفي ان نكون انسان ان نكون اشخاص لنا صداقه لنا علاقه تربطنا مع اشخاص اخرون فهذه الصداقه يجب ان تتمركز على مفهوم واضح وهو مفهوم الاحترام الاحترام فوق كل شيء صداقتي يجب ان تكون مبنية على الاحترام على قيمة الاحترام هذه الجملة تكملها جملة اخرى في الناحية الاخرى من اللوح اطلب منكم ان تتركزوا جيدا وان تحاولوا ان تكملوا هذه الجملة لن نكملها الان ساتركها لكم لتقوموا بها من خلال تواجدكم في البيت وجملتنا الثانية تقول عامل الناس باخلاقك تطرقنا الى هذه الجملة ماليا من خلال الدرس ولكني ركزت لكم على هذه الجملة لتكون ايضا خاتمة هذا اللقاء وهذا الدرس عامل الناس باخلاقك فاخلاقي تعكس من انا اخلاقي تعكس من انا اذا ما كانت اخلاقي مبنية على الاحترام وتقبل الاخر هذا يعني انني انسان محترم ولا يكفي انني انسان محترم فالاخرون يحترمونني لا يكفي ان احترم الاخرين والاخرون يحترمونني فالناس لا تحترم الشخص الذي لا يولي باحترام لذا اذا كنت انسانا محترما وترى بنفسك انسانا محترما عامل الاخرين بنفس صفاتك وجملتنا الثالثة تقول بقدر معاملتك تأخذ احترامك فكيفما تعامل تعامل هذا المصطلح تعرفنا عليه مليا في حياتنا اليومية في المدارس وفي كل مكان نزوره ونذهب اليه بقدر معاملتك تأخذ احترامك فمعامل جيدة حتما سيكون المردود جيد فاذا ما تصرفت مع صديقي باحترام حتما سيقابلن باحترام كذلك الامر مع الرجل المسن مع ابي مع امي مع زميلي مع معلمي مع معلمتي مع صديقي مع كل الاشخاص الذي الذين اصادفهم اذا ما تصرفت معهم باحترام حتما سيعود ذلك عليك بالفائدة والجملة الاخيرة تقول ازرع الصدق والرصانه ما اجملها من كلمه وما اجملها من عباره الصدق والامان والرصانه تزرع واشدد على كلمه تزرع وليست تقطف انما تقطف ماذا تقطف نتائجها فما ازرعه الاقيه وما ازرعه احصده اذا ما زرعت الصدق من خلال صفاتي وتصرفاتي حتما ساصل الى ما ابغى الوصول اليه الانسان الصادق ينشأ ويترعر على الصدق يترعر على الاحترام يترعر على احترام القوانين على احترام الغير على الرصانه وبعد ان تعرفنا الى هذه العبارات هيا نتطرق الى ما يكمل هذه العبارات طبعا في الجهه الاخرى المكمله غير مرتبه وانتم عليكم يا اصدقائي ويا طلابي ويا احبابي وبعد ان ينتهي هذا الدرس ان تعودوا الى دفاتركم وتسجلوا هذه العبارات وتحاولوا ان تجدوا المكمل لكل جملة ولكن الاهم من ذلك ليس المكمل ولكن الاهم من ذلك ماذا اخذتم ماذا على ماذا بماذا ماذا اخذتم من هذا اللقاء واي العبارات رسخت في عقولكم وايها دخلت الى قلوبكم هيا نتطرق سوية الى العبارات او الى المكمله للعبارات المكمله الاولى تقول تحصد الثقه والامانه ما علينا سوى ان نلائم هذه الجملة لبدايتها والعباره الثانيه تقول ولا يهمنا من تكون ولا يهمنا من تكون فهذه الجملة لها بداية في الناحية الاخرى والجملة الثالثه تقول وفوق القرابه وفوق الحب نعم ايضا هذه الجملة مهمه جدا فالاحترام واجب على الكل فوق القرابه وفوق الحب ولها جملة جملة بداية في الطرف الاخر والجملة الاخيرة تقول لا باخلاقهم لا باخلاقهم لا باخلاقهم لا باخلاقهم لا باخلاقهم جملة يكملها جملة عباره تكملها عباره هدف يكمله هدف احترام يكمله احترام نوع يكمله نوع هذه هي هذه هي فعاليتنا وهذا هو درسنا لهذا اليوم ولكن وقبل ان اختم اود ان اتطرق لبعض الامور التي تراودنا والتي تجول في خاطرنا في هذه الايام واريد ان اربطها بفحوى هذا الدرس وفحوى هذا الدرس كلكم تعرفتم عليه هو الاحترام الاحترام ليس كلمة الاحترام هو تطبيق هو فعل فاذا ما طبقنا وفعلنا وادركنا وتعرفنا على هذه القيمة حتما سنصل الى الغاية التي نبغى بالوصول اليها طلاب الاعزاء وفي ظل الاحداث التي تسود البلاد في هذه الايام فما واجب عليكم سوى التحل بالصبر والاحترام وانا اشدد على كلمة احترام بدءا باحترام الوالدين فانتم تتواجدون في البيوت ومطلوب منكم ان تتحلوا بالاحترام اتجاه اخوتكم واتجاه ابائكم وامهاتكم احتراما احترام للقوانين فالقوانين صارمة والقوانين يجب ان يطبقها الكبير والصغير احترام للقوانين حتما سيحافظ على حياتنا حتما سيحافظ على صحتنا احترموا القوانين احترموا حديث الكبير احترموا حديث الاهل احترموا ما تطلبه مننا جميع الجهاد في البيت في المدرسه في الشارع في كل مكان احترموا هذه القوانين فهذه القوانين لم تأتي عبثا انما اتت لتحافظ عليكم لتحافظ على حياتكم احترامنا للقوانين يضمن لنا حياتنا وانا اتحدث مع طلاب ليسوا بصغار ليسوا بطلاب صف اول انما طلاب صف سادس صف خامس طلاب اصبح لديهم معرفة ما يدول ما يدور وما يجول في هذه الايام في مجتمعنا رجائي منكم وفي هذه الايام وفي هذه اللحظات ان تتحلوا بالصبر ان تتحلوا بصفات الاحترام فاذا احترمنا بعضنا حتما سيكون لنا هدف وان سنسعى لتطبيقه وان اذا ما احترمنا قوانين الحياة حتما سنحافظ عليها وفي نهاية هذا اللقاء كل امل ان تكونوا بصحة جيدة وبوافر من الصحة واتمنى لكم حياة امنة وسعيدة والى اللقاء وشكرا لكم على المتابعة وبارك اللهم بكم جميعا موسيقى اشتركوا في القناة